مع استمرار الأوضاع راهنة في العراضي المختلة دخل قطاع الزراع في غزة مرحلة الانهيار نتيجة عدم تمكن أي من المنتجين والمزارعين من الانتاج المحلي ما شكل حالات كبيرة من سوء التغذية وأمراد مزمنة للأطفال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاو أكدت أن غياب البروتين الحيواني والخضروات التزق مع انهيار بنسبة 42% على مستوى العراضي الزراعية ينذر بإعاقة ومشاكل صحية كبيرة تنتهي إلى مجاعة ما انسح بالقطاع الخاص في غزة بالكامل بعد أن خسر كل ما لديه وشددت الفاو على أن إعادة الأعمار وبناء قطاع الزراع في غزة يتطلبان مجهودا كبيرا إذ يبدأ من عودة القدرة البشرية القادرة على إعادة قطاع الزراع وتأهيل ما تم تدميره وفقدانه من البنية التحتية التي تخدم هذا القطاع بشكل مباشر وأشرت المنظمة إلى أن الأثر المباشر الكبير للصرع والذي توسع إلى الضفة الغربية بلغ إيقاف عمل خوالي 68.5% من الصناعات الغذائية والزراعية كما شهد عام 2023 تلف إنتاج الزيتون وخسرت عشرة ملايين دولار نتيجة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى عرضهم فالعلاقات التجارية بين الضفة الغربية وبعض الدول أنحسرت بالكامل كما توقفت حركة التجارة نتيجة الانقطاعات والعراقيل والإجراءات المواقبة ترجمة نانسي قنقر